بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط لبرامج ومعاهد التربية الخاصة اليوم مادتنا رياضيات للفصل الدراسي الثاني عنوان درسي مسائل جمع لفظية معكم المعلمة عهود طيري قبل البدء بمشاهدة دروسي التعليمية من خلال قنواتنا قنوات عين الفضائية هناك تعليمات يجب أن أتبعها عند مشاهدة درسي أحرص دائما على اختيار المكان الهادئ والمكان المناسب البعيد عن الضجيج معرفة جدول وأوقات التعليم المباشر أحرص دائما على إحضار الكتاب المدرسي وأدواتي التي أحتاجها أستمع إلى الدرس بتركيز وتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد مع ابنائنا وبناتنا خلال فترة البث من أجل التوجيه والإرشاد والمساعدة عنوان درسي اليوم مسائل جمع لفظية الأهداف التي سوف نحققها سويا إن شاء الله نهاية الدرس اليوم هدف العام حل مسائل جمع اللفظية أهداف خاصة تمثيل العدد الأول اثنان يمثل الطالب العدد الثاني ثلاثة اختيار العملية المناسبة أربعة ادخال العدد الأول في الآلة الحاسبة خمسة ادخال رمز العملية في الآلة الحاسبة إشارة جمع ادخال العدد الثاني في الآلة الحاسبة رقم سبعة ادخال الرمز يساوي في الآلة الحاسبة تمانية كتابة ناتج العملية في الآلة الحاسبة نبدأ بمراجعة ما تعلمته في درسي السابق ضع دائرة حول الورقة التي تحمل العملية الحسابية التي استخدمتها في درسي السابق ماذا استخدمت في درسي السابق؟ هل استخدمت عملية الجمع؟ عملية الطرح؟ عملية الضرب؟ عملية القسمة؟ أختار الورقة التي تحمل الإجابة الصحيحة أحسنتم عملية ماذا الجمع؟ استخدمنا في درسنا السابق عملية الجمع وسوف نكمل إن شاء الله في درس اليوم ما تبقى من مسائل الجمع اللفظية نستمع إلى المعلمة ونشاهد اللوحة التي أمامنا ماذا أشاهد؟ حوض من الأسماك توجد أسماك داخل الحوض وتوجد أسماك خارج الحوض أريد أن أستخدم العملية الحسابية المناسبة لسؤال المعلمة أوجد أوجد أسماك التي تشاهدها باللوحة توجد أسماك داخل الحوض وتوجد أسماك خارج الحوض ولكن سوف نستخدم في حل المسألة اللفظية الآلة الحاسبة نستخدم صديقتنا الآلة الحاسبة في حل المسألة اللفظية التي أمامنا أتأكد من تشغيل الآلة الحاسبة بماذا؟ بضغط زر التشغيل أتأكد من وجود صفر على الشاشة الآلة الحاسبة وهذا يعني أن الآلة الحاسبة تشتغل أبدأ بعد الأسماك داخل الحوض أحسنتم أحسنتم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الأسماك داخل الحوض كم عددها؟ سبعة أسماك أكتبها بالآلة الحاسبة أين الرقم سبعة؟ أحسنتم هنا سبعة أتأكد من ظهور الرقم في الشاشة سبعة أستخدم أي عملية؟ المعلمة سألت أوجد ناتج عدد الأسماك التي أشاهدها باللوحة ما هو مجموع الأسماك التي أشاهدها؟ وضعنا الرقم الأول سبعة عدينا الأسماك داخل الحوض كم؟ سبعة نستخدم أي عملية؟ أحسنتم عملية الجمع أضغط على إشارة الجمع كم عدد الأسماك خارج الحوض؟ واحد اثنان ثلاثة ممتاز خارج الحوض يوجد ثلاثة مكات أضغط الرقم الثالي ما هو أحسنتم ثلاثة؟ الخطوة الرابعة ما هي؟ أضغط أضغط أحسنتم إشارة يساوي يظهر لي ناتج العملية كم عدد الأسماك التي أشاهدها؟ أحسنتم عشرة الرقم ما هو؟ عشرة عدد الأسماك التي أشاهدها باللوحة عشرة من الأسماك أنتقل للنشاط الآخر أريد أن نسترجع سويا خطوات استخدام الآلة الحاثبة كما مثلناها عمليا أولا أمثل الرقم الأول ما هو الرقم الأول؟ أحسنتم تسعة الرقم الأول تسعة بعدها الخطوة الثانية أحسنتم إشارة الجمع أضغط على إشارة الجمع رائع الخطوة الثالثة ما هي؟ الرقم الثاني ممتاز ما هو الرقم الثاني؟ أحسنتم ثلاثة الخطوة الرابعة أحسنتم أضغط إشارة يساوي بعدها يظهر لي ناتج العملية الحسابية على الشاشة كم ظهر لي؟ 12 رائع هذه خطوات استخدام الآلة الحاسبة ننتقل للنشاط الآخر ماذا أشاهد؟ شجرة توجد بها تفاح يوجد التفاح على الشجرة وتفاح على الأرض أريد أن أحسب عدد التفاحات التي أشاهدها أولا نحسب التفاحات التي على الشجرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كم أحسنتم سبعة؟ ما هي العملية التي نستخدمها في هذه المسألة؟ نريد حساب جميع التفاحات الموجودة على اللوحة أحسنتم نستخدم عملية الجمل نحسب الآن التفاحات التي موجودة على الأرض واحد اثنان ثلاثة ممتاز ثلاثة الخطوة الرابعة ما هي؟ نضع إشارة ماذا يساوي؟ سوف نحسب عدد التفاحات باستخدام الآلة الحاسبة نطبق سويا استخدام الآلة الحاسبة أبدأ أولا بماذا؟ بضغط زر التشغيل أحسنتم أمثل العدد الأول ما هو العدد الأول في المسألة الحسابية؟ ما هو أحسنتم سبعة الرقم؟ سبعة أشير أحسنتم سبعة الخطوة الثانية ما هي؟ أحسنتم أضغط على علامة الجمع هنا أمثل الرقم الثاني ما هو الرقم الثاني؟ أحسنتم ثلاثة أين الرقم ثلاثة؟ ممتاز هنا الخطوة الرابعة ما هي؟ أحسنتم أضغط إشارة أو علامة يساوي ويظهر لي ناتج العملية الحسابية كم ظهر لي؟ أحسنتم الرقم عشرة الرقم عشرة كم عدد التفاحات الموجودة باللوحة؟ أحسنتم عشرة ننتقل للنشاط الآخر ما هي مجموعة الأشياء التي داخل الصندوق؟ نحسب أولاً الكرات واحد اثنان ثلاثة أربعة ممتاز كم عدد الأقلام؟ واحد ممتاز اثنان ثلاثة سوف نحسب جميع الأشياء التي داخل الصندوق ما هي العملية التي أستخدمها؟ ما هي العملية الحسابية التي أستخدمها؟ أحسنتم عملية الجمع عدد الكرات كم؟ أربعة أستخدم عملية الجمع زائد العدد الثاني وهو يمثل عدد الأقلام أحسنتم ثلاثة يساوي سوف أستخدم الآلة الحاسبة اليوم صديقتنا الآلة حاسبة في حل جميع مسائلنا الحسابية أتأكد أولاً من ماذا؟ من خلو الآلة من جميع الأرقام أضغط زر التشغيل أو زر البداية أمثل الرقم الأول ما هو الرقم الأول؟ أحسنتم أربعة أين الرقم أربعة؟ هنا أمثل عملية أو إشارة الجمع أحسنتم زائد العدد الثاني ما هو؟ أحسنتم ثلاثة الخطوة الرابعة أشير إلى وأضغط على إشارة يساوي يظهر لي ناتج العملية الحسابية ما هو ناتج؟ جمع أربعة زائد ثلاثة أحسنتم الرقم سبعة ممتاز الرقم كم؟ سبعة الأشياء التي داخل الصندوق عددها سبعة أنتقل للنشاط الآخر مع نورة ست بالون لونها أخضر واثنان لونها أحمر ما هي عدد البالونات التي مع نورة؟ ما هي عدد البالونات التي مع نورة؟ أحسنتم نستخدم عملية الجمع إشارة الجمع نستخدم إشارة الجمع ستة زائد اثنان يساوي ماذا؟ ما هو ناتج العملية؟ نستخدم الآلة الحاسبة نبدأ أحسنتم بضغط زر التشغيل أبدأ بتمثيل الرقم الأول ما هو أحسنتم الرقم ستة زائد نضغط إشارة زائد نمثل الرقم الثاني ما هو؟ أثنان ممتاز الخطوة الرابعة أضغط إشارة يساوي ما هو ناتج العملية الحسابية؟ أحسنتم ثمانية ما هو ناتج العملية الحسابية؟ أحسنتم هو الرقم ثمانية عدد البالونات التي تحملها نورة ثمانية وبذلك انتهيت من درس اليوم كان عنوان درسي ماذا؟ حل مسائل الجمع اللفظية وكانت صديقتنا من الآلة الحاسبة تعرفنا على خطوات استخدام الآلة الحاسبة أطلب منكم أبنائي وبناتي استخدام الآلة الحاسبة وتطبيق ما تعلمته خلال حياتي اليومية شكرا جزيلا أترككم في رعاية الله